نهى النبي عن ثمن الكلب الكلاب يتباع الآن بل تربية الكلاب الآن هي المودة هي الحضارة هي الرقي هي الإزدهار هي بشتبان بلينتين سنة محذر الكلاب الكلاب الآن معنا في الطرطورات معنا في الدار معنا الكلاب والآن أثمانها باهظة والناس يتباهون بتربية الكلاب هذا ما كنا نعرفه زمان الكلاب قليلا موجود عند الرعاة حراسة لمواشيهم ولا الناس لإعطاهم ربي مثلا سكنات كبيرة هكذا فيها حوش وفيها دارودة دائر كلب أعزكم الله للحراسة فقط لكن الآن التباهب الكلاب وبيع الكلاب ثمن الكلب حرام فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر